سامح شكري قال انه اهو كلام نصا يعني زي ما نشره سيد سفير احمد ابو زيد اكد الوزير شكري ادانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحتمية التوصل الى وقف مستدام لاطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الانسانية للضحايا من المدنيين مستكرا في الوقت ذاته المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بمجابها بالتعامل مع قيمة حياة الانسان بشكل انتقائي في سياق المتصل جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لاي محاولات للتهجير القصري للشعب الفلسطيني من اراضيه وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في اقامة الدولة الفلسطينية على اراضيه المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين تصرحات السيد سامح شكر الحقيقة كانت مهمة جدا وهو كمان بيقول للعالم يعني غض بصر بعض الاطراف اليوم هنا في اجتماعات مجلس حقوق الانسان عن تناول معاناة الشعب الفلسطيني امر مشيه قاعد عندهم النهاردة معاهم بيقول لهم القاعدة بتاعتكو دي كلها النهاردة بالبلد اوه وانتو بتغضوا الطرف عما يجري في فلسطين من ابادة وبتناقشوا قضاع حقوق الانسان هنا ده امر مشيه هسدقكم ازاي انتو عملت كلمة لحقوق الانسان وحقوق قطة وحقوق كلب وحقوق مش عارف مين وحقوق مين ومين بيعمل ايه ومين بيخلي ايه كلام فارغ بتقولوه وسايبين اكبر فضيحة انسانية او اكبر فضيحة لحقوق الانسان في العالم ومحدش فيكم بتكلم عليها ده شيء مشيه ده مين السيد سامع الشوكر طبعا بسأل الابواق الاخوانية ومن على شاكلتها هل اهتموا بتصريح سامع الشوكر النهاردة امام حقوق الانسان مجلس حقوق الانسان وامام من عند شهاب اسلاح النوية هل حد نقل وهو بتكلم بيقولهم انتو بتعملوا ايه وعندين بتكلموا في ايه ويسابين فلسطين هل حد نقل تصريحاته وهو بتكلم على الحق الفلسطيني ودرد وقف اطلاق النار واقام الدولة فلسطينية عاصمة القدس لا استضلوا كلمتين وهو بتكلم والحماس وغيره واقتطاع واقتزاء بشكل مخل انا بس بقول للمشاهد اهم مش بكلم على التانيين ولا برد عليهم انا بقول للمشاهد المصري والمشاهد العربي والمشاهد اللي بيشوفنا في ايه مكان بقول لهم هذا دأبهم وهذا عملهم وما تخفي صدورهم اقزر واكبر زي ما قلت قبل كده